السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته اليوم نقدم معكم الخبز التوركي اللي يجي ممتاز جدا سنحتاج فيه كاس كبير عنبه الماء دافئ و كاس الحليب دافئ و نصف كاس زيت الدقيق على حسب و نحتاج كذلك ملعقة صغيرة دي السندة و ملعقة كبيرة دي الخميرة الفورية و ملعقة صغيرة ممتلئة دي الملح مقادر بساط متواجدين في كل بيت سنحتاج لها خبزة توركية ممتازة جدا ممكن تدوز فيها كويز أساي او لقيوة سنحتاج لكم رائعة جدا في واحد الإناء فين غاد نخلطوا هاد المقادير غاد نسبقهم السوائل لانهم اللولين غاد نوضعوهم كما كتشوفوا البخ يطلع ضروري ما انهم يكونوا دافين باش في الاخير نحصل على واحد العجينة اللي دافية و تختمر لنا بسرعة مدم احنا يدب في واحد الجولي هو شيئا ما بارد فضروري يخصنا العجينة دينا تكون شوية دافية باش طلع لنا تغيى بسرعة من بعد ما كنضيف السوائل كنتبع لها الملحة وسنيدة والخميرة الفورية و من بعد كنجيب واحد طرق يدوي و غاد نخلط هاد العناصر هادو هكا كاملين مزيان حتى نحسو بان الخميرة دابت والملحة و كدلك سكر سنيدة هما دابو و تجنسة لنا هاد العناصر كام لو حصلنا على مزيج واحد سا في غدي نستمر هكا يحتاج نخلطهم كما كدلكم زيان بتطرب اليدوي باش يساعدنا حتى كنحصلوا له واحدة السائلة له هاد شكل من بعد غدي ندنضيف دقيق شوية بشوية وبستعمال الايدي ديالي بطبيعة الحال غانبدا نخلط هاد شي هكا كما كدلكم دقيق معدتكم مش العبار مضبوط لانه كيبقى على المهم في الاخير غادي تشوفوا معي الكتافة ديال هاد العجينة هادي كيفاش كتكون لما كتكون شقا صحا يعني ضروري ان هاد العجينة هادي مخصناش ابدا نقصحوها ستبقى شوية رطبا وكتكون واحدة العجينة اللي كتلتصق يعني ضروري مخصا انها تبقى تلتصق لنا بالأيدي ديالي وكل ما كتلتصقت كل ما كتلع لنا العجينة يعني كتكون عجينة ناجحة مئة بالمئة سوف ينضيف هاد دقيقة كما كتشوفو شوية بشوية هاد العجينة هادي مكتحتاش شدليك نهائيا فقط ضروري ما اننا ضروري ما اننا ندخلوها تكتحين مع بعضياته باش ميبقاش لنا مكركب ولا شكل حبيبات فضروري ما اننا ندخلوه ولاني زعمة باش ندلكوها وهدك لا يعني ما كتحتاش ابدا لديك وفي الاخير قد حصلوا له حد النتيجة اللي ممتازة ورائعة سوف نستعمر هكا على هات شكل سوف نخبط فيها يعني باش هادك يدخلط ليه ويدخل في بعضياته وما يبقاش ليا مكركب كما كتليكم سوف ينستعمر هكا هي غادي تبقى تلصق ليكم في اليد يعني شيء عادي تبقى تلصق ليكم في اليد سوف نستعمر هكا يعني العجينة هنا رمشت يعني تقريبا كتتاخد القوام ديالها سوف يغادي نستعمر هكا هكا هاد يعني هاد هو القوام ديال هاد العجينة هكا باش تشوفوا ها يعني وصلات لهاد القياس سوف يغادي تحبسوا الدقيق ما غادي شيء تزيدوا يعني كما تتشوفوا هراها مرخوفة وفي نفس الوقت يعني ما قاس حاش وماشي جارياء وثاني سوف يتبدأ تلصق ليكم في اليد هكا لها تشكل سوف يرعرفوها بالله هي هديك سوف يغادي هكا هاد هو القياس ديالها بالضبط باش تطلع ليكم احد العجينة اللي رائعة سوف يغادي تشكلين هاد هو القوام ديال هاد با ما غادي نزيدها تشي حاجة سوف يغادي الآن دابا غادي نتخليوها يعني في نفس الإنع في نخلطه غادي تخليوها تماما وحاولوا تدهنوها هكاية من الفوق بشوية ديال زيت العود او لزيت المائدة وغادي نغطيوها وغادي نخليوها تختامر حتى تبال لينا طلعت عاد باش غادي نكملو تحضير ديال هاد الخبز توركي هادا دابا غادي نشدها هكا على هاد الشكل غادي نشدها هكا على هاد الشكل غادي نشدها هاد الهواء لكي يكون بالداخل ديالها يخرج نحيد منها هاد الهواء كيما كي يكون بالداخل ديالها كل ما حسنا بها كتلتقنا بالأيدي ديالنا ندهنو فقط شوية مزايد المائدة على الأيدي ديالنا وكذلك تصدح العمل باش ما تلسسقش فيه سوف نغرسوها على هاد الشكل هكاية غادي نخطو دابا اللطة اللي غادي ندخل الفران هنا درت فوقها ورق طبخ ورشيته بشوية ديال سميدة عاد وضعت هاد القرصة هادي فوقه يعني باش منيكن كان طرقات بقى تمشي ليا نيشان ما تبقاش تتعود ترجع لي إلا ما توفرش عندكم ماشي مشكل فقط دهنو اللطة ديالكم مزيان دهنوها مزيان بالزيت باش ما تلتسقش ليكم سوفي وتوضعوها وتطرقوها أهل هاد الشكل تكتطرقها يعني بحل كما كان طرقو الخبز ديالنا بشكل عادي كذلك ممكن لأي لطة عندكم نوع ديال لطة مثلا إلا كانت مربعة أو مستطيلة أو لشكل آخر ممكن تديروا الشكل اللي بغيته سوف نستمر هاكا حتى نطرقها يعني ما غاديش نقطلها بخطرة مهم عادي كما كتطرقو اي خبزة عندكم دابا غنغطيها ونخليها تختمر للمرة التانية ومبعد ما كتختمر لينا كان حصلوا على هاد الشكل هاكا يعني خسنا نخليوها تاخد وقتها في الخميرة ديالها غادي نشدو شوية ديال الزيت هاكا ونقوم دهنو الأصابيع ديالنا ونبدأو غاديين أعلى هاد الشكل كان نخشيو هادوك الأصابيع ديال نفعد العجينة وكنشكلو يعني الشكل اللي إحنا يا أبغينا هنا أنا غاديك ندور يعني بواحد الشكل دائري هاكا كما كتشوفو أنا كندور للاطا وأنا كنخشي الأصابيع ديالي وفي نفس الوقت كندهنهم بالزيت يعني كندهنهم بالزيت عاد باش كنجي كننخشيهم هاكا في العجين دابا غادي نشكل عو ثاني هاكا واحد الخطوط هاكا على هاد الشكل وانا كندهن يدي بالزيت باش ما تلصقش لي العجينة في الأصابيع ديالي هاكا على هاد الشكل أو ثاني غادي نمشي بالاتجاه المعاكس وغادي نبدأ نفرق العجينة هاكا يعني طريقة سهلة جدا وكذلك كتعطي واحد شكل رائع ومميز كما كتشوفو العجينة كتنفخات وطلعونا كالفقعة تعرفوا بان العجينة رها مرتاحة تماما هنا غادي اختيت واحد اصفر بيضة وزيتو شوية ديال الحليب وغادي نبدأ ندهن في هاد الخبيزة هادي او لهاد الكرصة هنا غادي تبال لكم صفر بزيت لانني استعملت بيضة بلدية يعني ما درتش البيض العادي درت بيضة بلدية يعني كتعطي واحد الاسفرار اللي زوين ورائع جدا كتعطي كتتجيب النار بالخبزة يعني دهبية بواحد شكل اللي رائع جدا غادي نستمرك وولا اني بلا ما تبقى تضغطو على العجينة يعني تتبطو لها ديك الخميرة ديالها الانتفاخ ديالها فقط حاولو تدهنو بلطف يعني غيه من الفوق هاكا يعني حتى تدهنوها كلها باش انهم ما يهبطوش يعني تهمك يعطيو الشكل اللي لهم في الاخير شكل رائع جدا غادي نستمر هكا حتى تدهنوها كلها بالكامل هلها تشكل صافي وغادي نستمر ممكن تدهنوها يعني بيضة مخلطة يعني بيضة وابيض البيض وتسميتو ممكن تديرو معها الحليب ممكن كذلك تدفو قطرات من الخل صافي هكا كنكون ساليس وكما كتلكم هي بشوية قد دهنو من الفوق باش ما نيما تهبطوش هاد الاجين عادي لابا غادي يستخدو اي شي انتو ما بغيتو تزينو به هاد الاجين ديالكم او لها ده الخبيضة ادخلت حبوب شيا ادخلها في فرن ساخن هذا هو الشكل اللي الهم بعد ما كالطيبة البنات كاتجي ممتازة وكاتجي قطنية من الداخل كما غدي تشوفوا معايا المهم منين كتخرجوها من الفرن غدي ناخدو العسل وغدي ندهنوها لهذا الشكل صراحة العسل كيعطيها واحد الماداق اضافي لواحد ماداق خطير كيعطيها يعني كتجي احسن ممكن ان تجربوها يعني بلا عسل يعني كتجي احسن وافضل سوف يستمر هكا يا قدي ندهنها كما كتشوفوا كلها بلا عسل كيعطيها واحد معان زوين سوف يودا بغادي ندوز نقسمها معكم نشوفوها كيفوش كتجي من الداخل قطنية وممتازة الشكل النهائي ديالها هو هذا كما غاتشوفوا غادي نقسمها هكا معكم كتجي نفشفشا من الداخل كما شتمد لها متشي حاجة اه كتجي هكا على هاتشكل مفشفشا غزالة ممتازة ما كتلصق متشي حاجة كتجي رائعة والمضاق ديالها بالعسل كتجي ايضا ممتازة وانتمنى ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسوش تديروا لايك الى عجبكم الفيديو كذلك تشاركوا معيه في القناة ديالي ساميك ركوش شكرا لحسن تتبع لقى ويديو اخر ان شاء الله مرحبكم في رعاية اللعي واحده الى اللقاء شكرا